أول سفينة سياحية في العالم يتم تسيرها جزئياً باستخدام البطارية بدأت رحلتها الأولى هذا الأسبوع من شمال النيرويج وبمقدور السفينة رولد أمانتسن أن تحمل على متنها 500 راكب وهي مصممة كي تتمكن من الإبحار في ظل ظروف مناخية قاسية وسميت السفينة بهذا الاسم تخليداً للراحلة النيرويجي رولد أمانتسن الذي أبحر عبر الممر الشبالي الغربي في الفترة بين عامي 1903 و1906 وكان أول من يصل إلى القطب الجنوبي عام 1911 وفي الوقت الذي تعمل فيه المحركات باستخدام وقود الغاز البحري فإن حزمة البطارية المركبة في سفينة رولد أمانتسن تمكنها من الإبحار معتمدة على البطاريات فقط لمدة تتراوح بين 45 دقيقة وساعة في ظروف مثالية وفقاً لما قاله دانيل سكيلدن المدير التنفيذي لشركة هيرتي جروتن المشغلة للسفينة وتقدر الشركة أن حزمة البطارية المركبة في السفينة ستخفض استهلاكها للوقود وستوفر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% بالمقارنة مع الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة باستخدام وقود الغاز البحري فقط وما زلت تكنولوجيا تسيير السفن بوسطة البطاريات في مهدها حتى بالنسبة للمسارات البحرية القصيرة إذ لا توجد خدمة محطات شحن البطاريات إلا في عدد قليل من الموانئ